اشتركوا في القناة الشاملة إلى تجنب الطرفين لها قدر الإمكان وما هي الأوراق الأخرى المتبقية بحوزة كل جانب العنف السياسي الإسرائيلي متعاصل في تاريخ بدأ منذ المنافسة بين المنظمات العسكرية الصهيونية والصراع بينها ومر باغتيال رئيس الوزراء الأسبق سحاق ربين وصولا إلى أعمال عنف التي تعرض لها متظاهرون ضد نتنياه مؤخرا في مثلي هذا الأسبوع من عام 23 وقعت معاهدة لزان والتي سوت أوضع لنا دول ومحيطها في أعقاب هزيمة العثمانيين بالحرب العالمية الأولى بلدية حيفا تطلق اسم المطربة المصرية أم كلثوم على أحد شوارعها ميثير جدلا واستياء في صفوف اليمين الإسرائيلي سنناقش هذا في المظاهر العالمي كلفه رئيس التونسي قاس سعي يد بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للياس الفخفاخ وزير الداخلية السابق ومستشار رئيس هشام المشيشي محورنا في شخصية الأسبوع جولة تصعيدا أخرى بين حزب الله وإسرائيل انتهت بمعجزة أو هكذا تبدو إذ كثرت معجزات عدم الانزلاق نحو حرب شاملة بين الجانبين في السنوات البدغ الأخيرة هذا على الأقل ما يظهر من المنظور الإسرائيلي فحزب الله نفى أن يكون قد نفذ أي عملية هذا لا يمنعنا في أي حال من تسليط الأضواء مجددا على قواعد الاشتباك بين الجانبين كيف تغيرت مع مرور الزمن ما هو المستباح وما هو المحظور بالنسبة لكل جانب وفي حال عدم رغبة كل من حزب الله وإسرائيل في التوجه إلى حرب بل بلدين ما هي الخيارات والجبهات المتبقية لطالما سقلت وتأثرت قواعد الاشتباك بين إسرائيل وتنظيم حزب الله بظروف كل مرحلة وبالعوامل الداخلية والخارجية التي يواجهها كل طرف بعد تأسيسه بداية الثمانينات لجأ حزب الله إلى كل الوسائل لدحر الجيش الإسرائيلي عن جنوبي لبنان بمشمل تنفيذ عمليات ضده وضرب شمالي إسرائيل بالكاتيوشا إسرائيل ردت الصعصاعين وصولا إلى عملية عنقيد الغضب عام 96 التي قتل فيها عدد كبير من المدنيين اللبنانيين منذ ذلك اليوم بدأت تظهر معالم توفق ضمني بتجنيب المدنيين وإليات الحرب توفق اخترق في حرب عام 2006 فبعد أن استهدف حزب الله جنود إسرائيليين بالقتل والخطف تبادل وإسرائيل القصف للمناطق المدنية وكالعادة دفع المدنيون بالأخص في الجانب اللبناني الثمن الأكبر مذو حرب عام 2006 يحرص حزب الله قدر الإمكان على تجنيب بلاده حربا مدمرة أخرى ليجعل كل مواجهة الله مع إسرائيل مدروسة بعناية ونفس التفكير تكرر في الجانب الآخر مع وضع قواعد اجتباك مختلفة للبنان وسوريا أجهزة إسرائيل نفسها ضرب العمق السوري لتختال القيادي في حزب الله عماد مغني عام 2008 ومن منطلق منع التموضع الإيراني بعد انفجار الحرب الأهلية عام 2011 دابت إسرائيل على تنفيذ مئات الغارات الجوية في سوريا لتختال العشرات من قيادات الحزب وعناصره من بينهم سمير القنطار عام 2015 أما حزب الله فحرص على الرد على ما تقوم به إسرائيل في سوريا من مزارع شبعة والتي تعتبرها جهات سورية الأصلة كما حدث في مواجهة عام 2015 فيما يرد على ما تقوم به إسرائيل في لبنان من الحدود اللبنانية الإسرائيلية كما حدث في مواجهة العام الماضي عندما أطلق صاروخ كورنيت صوب آلية عسكرية في أفيفيم ردا على إرسال طائرات مسيرة إلى بيروت وفي كلتا الحالتين حافظ الجانبان على ضبط النفس ولم ينجرى إلى مواجهة شاملة الأمر الذي تكرر في أكثر من مناسبة حين بدأ أن كل من إسرائيل وحزب الله يتجنبان إزهاق أي أرواح على الحدود بالنسبة لمحاللين تظل مزارع شبعا متنازع عليها تاريخيا الورقة الأهم بيد حزب الله لدخوله في مغامرة عسكرية دون دفع ثمن كبير يتمثل في طوريط بلاده وانقلاب شعبه عليه أما إسرائيل فيبدو أن قاعدة الاشتباك الحديث التي رسمتها تتمثل في أن يرضخ حزب الله شيئا فشيئا لا بحسم عسكري وإنما نتيجة ضغوط داخلية وخارجية من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان إلى توالي القرارات الدولية باعتباره منظمة إرهابية وتعمل على تشفيف مصادر تمويله وأخيرا بإخراجه من سوريا نتيجة اتفاق إقليمي يعمل على إبعاد إيران عن سوريا كجزء من جهود إرساء الاستقرار والسلام في البلاد التي مزقتها الحرب وحول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الستوديو سيد أمير أوران خبير شؤون الأمنية والسياسية كما تنضم أيضا عبر خيمة سكايب دكتور رولا هاردة الأستاذة العلوم السياسية في جامعة القدس أبدأ معك سيد أمير الآن هذه الجمل الشهيرة لحسن نصر الله العين بالعين والسن بالسن وولى زمن الهزائم وكل هذه المقولات التي أرست قواعد الاشتباك من ناحية حزب الله والتي وضعت منظومة توازن هل حافظ عليها حزب الله إلى اليوم؟ الزعيم الأكثر خبرة في المنطقة هو يقود حزب الله على مدار 28 عاما منذ اغتالة إسرائيل عباس موساوي انظر إلى السنوات هذه الثمانية وعشرين قم بتقسيمها إلى نصفين الأربعة عشر عاما الأولى انتهت في تموز 2006 في الحرب واليوم نحن بعد أربعة عشر عاما نصر الله اليوم هو ليس فقط الزعيم الأكثر تجربة في المنطقة لأن كل من بدأ قبله لم يعد موجود معنا هو أيضا عقلاني ومتزن ومصالحه كيفما يراها هي مصالح لبنانية وليس فقط شيعية وبالتأكيد أكثر من أن تكون فقط ذراع إيراني لذلك معادلة الرادعة التي يتحدث عنها نصر الله وأنت ذكرتها سائدة بالنسبة للبنان وليس بالنسبة لسوريا وهو نجح بأن يتسبب بأن إسرائيل لا تسعى كان هناك حالة شازة واحدة قبل عدة أشهر إسرائيل لا تسعى للمس بممتلكات حزب الله في لبنان هي تركز جهودها في التموضع الإيراني في سوريا حيث رجالات حزب الله إذا ما تواجدت في مناطق النيران بين إسرائيل وإيران قد يصابوا في الحالة الأخيرة قبل أكثر من أسبوع هذا ما حصل هذه لم تكن عملية اغتيال إسرائيلية لناشط الحزب الله إذا ما تريد إسرائيل اغتيال ناشط لحزب الله هي تقوم بهذا حتى وإن لم تعلن عن هذا وتستعد للرد وهي تفهم أن هذه قواعد اللعبة ولكن حينما يصاب مقاتل حزب الله عن طريق الصدفة ولا أحد يعرف ما كان وضعه ومكانته ولم يكن جزء من القوى الإيرانية ولم يكن هناك مبعوث عن حزب الله وقتل صدفة حينما أغارت إسرائيل على مطار دمشق الدولي حينما حصل هذا جاء ناشط الله ويقول أتذكرون أنه في كل مرة سيصاب أحد مقاتلين سأرد وهنا إسرائيل وبذكاء وإذا ما سمحت لي سأرد القتيل الأول في تاريخ البشرية كان هبيل والله قال دماء أخاك تصرخ من الأرض إسرائيل فهمت أنه سيكون هناك رد وأن على الرد سيأتي رد آخر وفي الحرب الواسعة صحيح نريد أن نقتل أكبر كم من الطرف الآخر وإذا ما أردنا أن لا نصل إلى الحرب نريد تهميش الحادث لذلك هناك جهود بأن تنتهي هذه الحادثة بلا قتل من الطرفين نعم دكتور رولا أريد أن نتابع النقطة التي عرج عليها سيد أمير كيف ينظر الجانبان إلى كل من سوريا ولبنان في قواعد الاشتباكي هذه وكيف تفرق إسرائيل كما تفضل سيد أمير بين عنصر حزب الله ما إن كان يعمل تحت غطاء الحزب أو تحت غطاء إيران في سوريا بداية أنا لا أعتقد أن هذه الاعتبارات هي الاعتبارات الحقيقية والوحيدة أو بيزان القوة والتواجد بحزب الله في سوريا ولبنان على المستوى اللبناني نعرف جميعا أن حزب الله لديه إشكاليات عديدة داخلية اقتصادية وسياسية ولديها أيضا أعداء سياسيون يتربصون به إذا ما فكر في الإقدام على قطوة قد تجرب ببنان بأكمله إلى حرب هذا معروف وهذا أيضا بمقابله توجد أيضا أسباب وحيتيات في الداخل الإسرائيلي مشابهة تواجد حزب الله في سوريا معلن وليس مختلفة منذ سنوات عديدة وأعلنه الحزب وأعلنه أيضا السيد حسن مصر الله في مقابلات عديدة وفي أماكن مختلفة بأن تواجد حزب الله في سوريا هو استراتيجي وتستطيع إسرائيل أن تتعامل مع هذا الموضوع كما تشعب إسرائيل تحاول أن تحب من تواجد حزب الله في سوريا وعلى الحدود أيضا معها كذراع لإيران ولكن لم تنجح حتى اليوم بمنع هذا التواجد بحزب الله في سوريا ومنع أيضا بقاء حزب الله كجزء من المعادلة من المعادلة المقاومة للمعادلة العسكرية ومن المعادلة السياسية المهنانية لذلك أنا أعتقد أن علينا أن نفحص أين هي إسرائيل اليوم تجاه حزب الله وأي حواعد اجتباه تريد وإذا كانت تريد فإن المواجهة مع حزب الله أو لا نعم أريد أن أعود لك سيد أمير تحدثت كيف أن نصر الله عمليا لديه خبرة طويلة ويعرف كيف يلعب بالأوراق التي لديه لكن ربما البعض يخلفك الرأي ويقول لا تمهل سيد أمير الموضوع ليس هكذا وإنما هو مكبل اليدين بسبب ضغوط داخلية وخارجية والعقوبات الدولية عليه وعلى إيران وما إلى ذلك ابدأ تحليلك من أن إسرائيل لا تريد حرب في لبنان لا توجد أي مصلحة لإسرائيل أنه في العام 2020 وأنا أقول إسرائيل ليس لا أقصد سياسي هنا وهناك ولكن المصلحة القومية الإسرائيلية تقضي وتعكس ويعكسه الجيش لأن التفكير هو ليس على المستوى السياسي هو على المستوى العسكري الحكومة يمكن لها أن تلزم الجيش يمكن أن تقر ما يقترح الجيش أو لا تقر ولكن التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي يتم من خلال الجيش الإسرائيلي على مستوى قائد الأركان رئيس شعبة الاستخبارات ومحيطهم إسرائيل لا تريد حرب في لبنان وهي لا تريد حربا بهذا الوقت وليس فقط بسبب كورونا هذا هو الخضء الإسرائيلي منذ أكثر من عام قال الأركان اليوم أفيف كوخافي يبني الجيش لحرب إذا مندلعت ستكون حربا قصيرة ومكثفة وستنتهي خلال أيام قليلة وسيتم من خلالها توجيه ضربة قوية لحزب الله وللدولة اللبنانية ولكن لنصل إلى هذا المرحلة هو بحاجة إلى عامين إضافيين هو يبني الجيش من ناحية التدريبات والموارد وطرق الكتال لذلك الوقت اليوم غير مواتي بالنسبة للجيش الاندلاع مثل هكذا حرب إذا ما كان هذا أيضا توجه نصر الله هناك التقاء مصالع وكما قال الدكتور رولا هناك اعتبارات سياسية داخلية والسياسيون والزعماء لا يمكن أن يبدو ضعفاء إذا ما لحق الأذى بعنصر عندهم وجمهورهم ينظر إليهم هم يفهمون هذا ولكن الهدف المشترك وكما قلت في البداية والحد واحتواء وتقليص الحادثة لكي لا يخرج عن السيطرة نعم دكتور رولا ما هي الخيارات والجبهات الجغرافية المتبقية للجانبين بالأخص لحزب الله الذي يبدو بأن خياراته تقل أكثر فأكثر من ناحية هناك الضغوط الداخلية هناك الضغوط الدولية الإقليمية وأيضا استمرار تعرض عناصره للضرب من قبل إسرائيل في سوريا أولا أنا لا أعتقد أن حزب الله ليست لديه خيارات حزب الله واضح تماما أنه لا يريد أن يصل الآن في حرب ولكن هذا لا يعني أن هناك ضعف عسكري استخباراتي مالي لدى حزب الله بمتابعة لموضوع حزب الله نحن نعرف أن حزب الله ما زال يحصل على التمويل الكافي من إيران حزب الله ما زال يدرب عناصره ولديه جاهزية جيدة على الأقل بما يرشح إلينا من خبراء عسكريين وسياسيين في لبنان وتلمنطقة من ناحية التجهيزات العسكرية وتحضره لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل المشكلة ليست هناك المشكلة أن الطرقان يمتنعان عن الدخول في حرم وفي مواجهة إلى أن هنا جاهزين أكثر عسكريا وأيضا بحسب الظروف الإقليمية والظروف العالمية لمقابل هذا أنه لا يعتبر أن الظروف الدولية غير مواتي الحزب الله الآن مثلا ذكرتم على سبيل المثال أو بحثم وقدمتك بأن وضع حزب الله على قوائم الإرهاب الأوروبي وأمريكي قد قد تشكل عائق أمام مواجهته أو دخوله أو ربه على أي اعتداء إسرائيل أنا أعتقد أن هذا منطقي لأن هذا قد يكون بالعكس تماما على سبيل المثال بحيث يسمح الحزب الله بأن يرد على أي هجمات إسرائيلية في أي مكان آخر في العالم هناك الحديث بأنه لربما سوف يحاول التوصل إلى صفقة ما مع هذه الجهات مثل قضية تسليم الجاسوس عمر الفخور الذي تهم حزب الله بتسليمه مقابل تجميد العقوبات سؤال أخي بعجالة سيد أمير ما هي أفق إبعاد إيران وبالتالي حزب الله عن سوريا كاتفاق سلام أو الإحلال السنة في سوريا ما يحقق مصلحة لإسرائيل في نهاية عبارة سوريا هي عبارة فضفاضة إسرائيل تهتم فقط بما يزعجها قد يكون هذا داعش وإسرائيل كانت إحدى الدول المشاركة الأكثر فاعلة بشكل خفي لم ينشر هذا إسرائيل كانت أحد الشركاء الأقوياء في الحرب للتنظيم الدولة لأن هذا تنظيم شكل خطر عليها هي تواجه إسرائيل كلما وجدت إسرائيل في الجنوب أو تقوم بنشر قواعد استخباراتية وقواعد طائرات مسيرة ونقاط عسكرية تشكل خطرا على إسرائيل لا يهم إسرائيل إذا ما كانت إيران تساعد سوريا في إدلب لا يهم إسرائيل ما الذي يدور على الحدود مع تركيا هي تريد أن تعرف ولكنها لن تستثمر جندي أو طائرة واحدة في أمر لا يعتبر مصلحة أساسية بالنسبة لها حينما يحارب حزب الله على الممر على طريق بيروت دمشق هذا أمر داخلي للبنان وسوريا ولكن حينما يساعد حزب الله للكتيبة الأولى في الجيش السوري التي هي مسؤولة عن ملف الجولان وهناك تعاون عسكري وسيخبراتي ضد إسرائيل يشمل الإيرانين هناك نرى إسرائيل تنشط نعم صيد أمير ورن خبير الشؤون الأمنية والسياسي وأيضا كانت مع برخدمة سكايب دكتور رولا هاردل أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس شكرا جزيلا لكم تصاعدت موجة الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين يخرجون إلى شوارع القدس وتلاذيب للاحتجاج على رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يمينة نهو سياساته ليتعرض عدد منهم للضرب بالأيدي وبأدوات حادة من قبل نشطاء محسوبين على اليمين المتطرف لكن ظاهرة العنف والتحريض السياسي ليست جديدة في إسرائيل بسببها اختيل الرئيس الوزراء الأسبق سحق ربين عام 95 وقبلها بحوالي عشر سنوات اختيل ناشط في حركة السلام الآن والأمثلة تتكرر لماذا؟ وهل نحن على أعتاب جرائم سياسية أخرى محتملة الانقسام على الذات وما صاحبه من عنف داخلي سياسي ظاهرة متغلغلة في التاريخ الإسرائيلي فهو ما شطر مملكة اليهود قبل ألاف السنين ألا شطرين إسرائيل ويهود وأدى إلى اندلاع حروب دموية بينهما فضلا عن عمليات اغتيال من كان يعتقد أنهم يتعاونون مع الأعداء من رومان أو أغريق وغيرهم تعود جذور العنف السياسي الإسرائيلي في التاريخ الحديث إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل فالحقام يعقوب دهان اغتيال عام تسعة وعشرين في القدس بعد أن التقى الزعماء العرب ودعا إلى السلام معهم أما حييم أورلزروف من حزم باي فاختيال عام ثلاثة وثلاثين بعد أن عمل على جلب أملاك اليهود من ألمانيا في وقت حرمت فيه كل أشكال الاتصال مع البلاد التي صعد فيها الحزب النازي الخلاف اليهودي اليهودي الأكبر قبل قيام الدولة شب بين المنظمات الصهيونية العسكرية بالأخص بين تلك التي انضوط تحت مظالة الإتسل بقيادة مناحن بيجن وليحي بقيادة أفرهام شتيرن من جهة وتلك التي انضوط تحت مظالة الهاجنا بزعمة ديفيد بنغوريون بحيث تتهم الجهة الأولى بالتمادي في أعمال العنف والقتل ضد العرب والبريطانيين أم ضد اليهود ممن اختلفوا معهم على حد سواء صراع وصل ذروته مع حدثة سفينة ألتالينا عام الثمانية واربعين حينها دمر بنغوريون سفينة اكتشفت وهي تنقل السلاح لأعضاء إتسل على الرغم من وجود اتفاق بتوحيد السلاح ودمج المنظمات العسكرية في جهاز جيش الموحد يحكى أن هذا صراع شكل بداية الخلاف بين اليمين واليسار الإسرائيليين إلى يومنا هذا في العام سبعة وخمسين قتل إسرائيل كاسنر بتهمة التعاون في وقت سابق مع النازيين في هنغاريا بعد صعود اليمين وفوز حزب الليكود بالحكم في إسرائيل وسط سبعينات بدأت مرحلة جديدة من التعبئة السياسية لتتميز الحملات الانتخابية لاحقا بالتحريض وشيطنة الطرف الآخر تحريض النتج عنه اغتيال الناشط في حركة السلام الآن عام بقنبلة يدوية خلال تظاهرة ضد الحكومة على خلفية مجزرة صبر وشتيل وفي العام خمسة وتسعين وقعت عملية الاختيال التي هزت إسرائيل والعالم اغتيال رئيس الوزراء الأسبق سحاق رابين على يد متطرف يميني منذ ذلك اليوم تواجه أصابع الاتهام نحو اليمين وقائده بن يمين نتنياه بإحداث انقسام في إسرائيل انقسام قطباه يمين ويسار قد يدهر الأمور إلى راقة دماء وهو ما ينفيه نتنياه وأنصاره لكن الآن مع تجدد أعمال العنف ضد المتظاهرين المناوئين لنتنياه وسياساته تتجدد المخاوف من صعود بلطجية إسرائيليين أو منظمات متطرفة يهودية تستهدف اليهود أنفسهم كأن تحول المجموعة التي لطالما اعتدت على الفلسطينيين في الضفة الغربية أنظارها إلى الإسرائيليين أيضا وحول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الستوديو دكتور رؤوفين بيركو المحلل السياسي كما ينضم إلي أيضا سيد يريف أوبنهايمر المدير السابق لحركة السلام الآن والناشطة السياسي أحب أن أبدأ معك سيد يريف قبل الحديث عن العنف السياسي في إسرائيل بحد ذاته أريد أن أعود قليلا إلى الجذور وهناك فضول لدي هذه المنافسة والصراع بين المنظمات العسكرية الصهيونية قبل قيام إسرائيل هل تشكل بدايات الصراع الذي نراه اليوم بني اليمين أو اليسار بمعنى أن ما يحدث اليوم هو امتداد لما كان يحدث في السابق الخلافات السياسية لا شك أنها تعود لحقبة ما قبل الدولة لكنها تغيرت نحن نرى اليوم أن اليمين اليوم هو أكثر قومي ومتدين ومزيج بين الأمرين والأيديولوجية الليبرالية في اليمين نراها اليوم في اليسار رهب بالحفاظ على ديمقراطية وعلى الجهاز القضائي لذلك المقارنة هي ليست دقيقة ولكن علينا أن نفهم أمر واحد بعد قيام الدولة لدينا دولة قانون ومع سلطة قانون ومع منظومة مرتبة والأمر لم يعد مهاتي لتصفية الحسابات ومنذ إنشاء الدولة وما نراه في العقود الأخيرة هي هاجمات قاتلة من اليمين باتجاه اليسار وهذا هو الواقع هذه الحقيقة رأينا اغتيال رابين اغتيال غرينزفاك عملية اغتيال محمد أبو خدير ما حثل في دومة مجموعات تدفيع الثمن ناتن زادا وعبارو غولشتين والعصابة اليهودية كل العنف السياسي في إسرائيل يحصل من اليمين ضد اليسار أنا سعيد أنه من اليسار باتجاه اليمين لا يوجد عنف الإيديولوجيا اليسارية تعارض العنف لذلك من سيتبع العنف اليسار وهذا لم يحصل حتى الآن لا نستطيع أن نسميه يساريا نتحدث عن العنف السياسي علينا الحديث عن عنف اليمين لا يوجد عنف سياسي يوجد عنف يمين هذا ما نعيجه قتل رئيس وزراء قتل متظاهرون في إسرائيل أبرياء من قبل عناصر يمنية لم يقتل ولم يصاب ولم يجرح حتى أي ناشط يميني من قبل ناشط يساري نعم أريد أن أخطي الفرصة لدكتور رؤوفين نفس النقطة التي تحدث عنها سيدة يريف إلى أي مدى تعتقد بأنه بالفعل أصبح هناك نجاح في شيطنة اليمين لليسار وما نتج عنه من أعمال عنف سياسي وأيضا لو نعود إلى السابق قليلا عندما نتحدث عن مناح بيجن توصل إلى السلام مع مصر جبوتينسكي كان له آراء معتدلة يعني اليمين تحدث توجه إلى منح مختلف أو منح أكثر تطرفا بحسب ما يصفه البعض وشيطن الطرف الآخر إذا عودنا إلى الماضي كما تفدت فممكن أسمح لنفسي أن أذكر أنه في هذا اليوم بالذات يذكر اليهود مأساة حراب بيت المجزل الثاني ويعني دائما عندما يذكر اليهود حراب بيت المجزل الثاني التي تتم بنفس الموعد لحراب بيت المجزل الأول دائما يبررون ذلك بالكراهية بدون سبب ما بين سفوف الشعب اليهودي هي اللي أدت إلى الكوارث التاريخية السابقة وفعلا هناك يبدو لي بدون تعميم أنه في نفسية الشعب اليهودي تعددية آراء والتحفز والاحتفاظ بآراء وآراء موارد أكسبة يدور في شؤوم المنطقة أو في العالم هناك تاعة للليدر للقائد بدون تردد أو رفع علامات استفهام نحن شعب صعب جدا سماه نبينا الكبير موسى عليه الصلاة والسلام عندما ذكر تبيعة اليهود كشعب صعب جدا الذي يتحملون ويحملون يعني أرى متعددات وهذا عبر التاريخ وكل ما يصلي له يهودي وعي أن يمتنع بني إسرائيل الشعب اليهودي من المعارك الداخلية التي هي أصلا الخطر القبير لاستمرار وجود هذا الشعب في هذه المنطقة إذا انتقلنا من الماضي إلى الوقت الحادق علينا أن نحلل وأنا لا أنكر ما قال ضيفك الكريم سيد أوبنهايمر عندما ذكر بعض الفئات التي يعني تشخص كفئة تابعة لليمين ومن هذا لا يجري أو لا يجوز أن ننبثق أو نقول أنه اليمين ككل هو شعب متطرف يقتل ولذلك أقول هناك فئات تابعة لليمين يعني وتشخص كيمين ولكن اليمين بأكمله لا يقوم بهذه الأعمال ولكن يزعودنا إلى الوقت الحادق علينا أن نذكر أن كل هذه المظاهرات غريبة جدا عندما ثلاث معارك انتخابية تمت وانتهت نتيجتها بنفس النتيجة كما نراها اليوم وإنما يحتاج الجماهير لأسباب اقتصادية ناتجة عن الكورونا وغيرها ونراهم يتظاهرون ضد حكومة موحدة يعني يحكمها السيد غانس ويحكمها نتنياهو السبب لهذه المظاهرة غير مفهوم نتائج الانتخابات كان تفك عليها وهذه يلبسون عليها احتجاج ضد رئيس حكومة منتخب وليس لذلك أي مبرر هم يريدون تغيير نتاج انتحابات بطريقة المظاهرات ويهدمونا الوقت بمتلكات الجماهير دعني أعطي الفرصة لسيد يريف لو سمع نحن ضد الشرطة بشكل عنيف وحتى لا يجوز نحن لحظة قليلا أريد أن أتوجه إلى السيد يريف سيد يريف إلى مدى تعتقد بأن هناك موافقة ضمنية غير محكية باستهداف اليسار من خلال هذا العنف السياسي أن أعتقد أن ما نشهده هو ليس الحكم وبن يمين يتناه وكل من يدعمه وبن يمين يتناه يعرف كيف يحرد الجمهور الإسرائيلي بعض وعلى بعض هو يعيش من هذا هو يعرض العرب كافة كخائنين ومن ثم اليسارين كلهم خائنين والمتظهرين يتهمهم بأنهم فوضويين وأنهم ينشرون الأوبئة وهذا أمر كاذب أن ينشر الأخبار الكاذب هو وأفراد أسرته طيلة نهارهم هم منشغلون بخلق أجواء وكأن اليسار غير شرعي وبسبب هذا نتناه بالحكم لو لم يكن بهذا نتناه ربما لم يكن في الحكم نحن موجودون اليوم في حالة صدمية ما نشهده الآن هي فقط البداية لماذا هذا الصدم؟ لأننا وصلنا إلى اللحظة أن بن يمين نتناه سيواجه المحاكمة وسيصل إلى قاعة المحكمة ثلاث مرات في الأسبوع ونتناه أمامه خيرين إما أن تكون هناك محاكمة ونتناه سيحاول إنزال جمهوره إلى الشوارع وأن يقلب دولة إسرائيل إلى حالة من الفوضى أو أن يحاول التملص من المحاكمة وكل من يعارض هذه الخطوة سينزل إلى الشارع دولة إسرائيل لم تجتز ثلاث انتخابات صدفة هذه احتجاجات ليست صدفة هذا العنف ليست صدفة قرار دعم نتناه وأن يستمر أن يكون رئيسا للوزراء وهو متهم هذا أب الخطيئة تحدثت قبل قليل عن أن إسرائيل الآن دولة قانون لكن هل الظروف عادت التي تساعد هل هناك ظروف مواتية للنهوض مجددا بأحزاب كهنية كما كان في السابق وجمعات تشجع على العنف أمن الأحزاب الموجودة الآن تملأ هذا الشاغر نرى الأمرين هناك تحريض من الأحزاب ومن رؤساء الأحزاب ومن بلفور ومن منزل رئيس الوزراء من ابنه ومن الأب ومن الوالد ونحن نرى ترجمة هذا عن طريق العصابات في الشوارع التي تعتدي على الفلسطيني أو على العرب الإسرائيليين ثم يعتدون على اليساريين وما الذي يحصل عليه نتنياهو لماذا هذا جيد لنتنياهو لأنه لا يريد هذه الاحتجاجات ويريد أن أفكر مرتين قبل أن أذهب إلى الاحتجاج ويريد أن لا نجرؤ عن أن ننتقده وهو يستعمل هذه القوة هذا العنف ليخيف الجمهور الإسرائيلي من أن يشارك في الاحتجاجات ولذلك هو لا زال رئيسا للوزراء لأنه يستعمل أداة التخويف والعنف الذي نشهده في الطرف الآخر يدينون العنف ولكن لا أحد يسأل ما هي أسباب العنف لماذا أن صار نتنياهو يعتدون على اليساريين لماذا أن صار نتنياهو يقومون برش الغاز على المتظاهرين واحتجين لماذا يحصل والإجابة هي لأن نتنياهو يشجعهم على القيام بذلك لأن نتنياهو يوصف المتظاهرين بالخائنين وأنه معارضا للدولة والدولة هي نتنياهو والدولة هذا ما يؤمن به نتنياهو وهذا يثمر بالنسبة له سياسيا سيد روفين قلت قبل قليل أن هذه أعمال سوف أعطيك الفرصة لكن مع الإجابة لهذا السؤال دكتور روفين تحدثت عن أن هذه الأعمال هي نتيجة أفراد جميل لكن ما الذي يمنع يعني فردي مجموعات هامشية تشخص نفسها السؤال السؤال دكتور ما الذي يمنع عدم تجمع هذه المجموعات في مجموعة بلطجية وتعتدي على المتظاهرين كما جرى في دول إخليمية أخرى أول إشيء أن ما سمعنا هنا هو نموذج من عنف كلامي التي يتخذه مجموعات تقلية تسمي نفسها يسرية لا تمثل الأغلبية في هذا الشعب ولكن صوتها عالي جدا ويستطرون وراء براءة ونفاق هم ليس لهم أي أهمية في الجمهور الإسرائيلي ولذلك نسمع كيف يرمون تهم لأنت لم تكاتع ضيفك الثاني وأرجو منك حق الصماح وجواب أرجو منك أن تصبح لها بتكميل ما أقوله مثل ما خطاب يوم الجمعة الذي يسمعه من ضيفك الثاني أرجو هذا الحق هذا عنف كلامي عندما يتكلم جهة وجهة تانية لا ترود على ذلك هذا عنف كلامي وهو الذي أحيانا يجير وراه العنف الفيزيائي الذي نستنكره بكل لسان عربي إبراني وإنجليزي لا نقبل العنف بأي وسيلة من الرسالي ولكن إذا عدنا إلى موضوعنا أمامنا مجموعة تمثل أكلية قليلة من الشاب الإسرائيلي لم تفز بأي انتخاب أرجو الانتخابات الأخيرة أظهرت أننا لسنا أخفر ثلاث معارك انتخابية لا تقطعني لكي لا أقطعك لا تقطعني بالنفس الأصليب تعامل معي هذا عنف كلامي اللي كنت به عنف كلامي أرجو تكمل هناك تجمع من الصعب لكن بجملة بجملة لا هو تكلم باستمرارية بدون موقات كلامه يعني هناك باند ما نرى هنا من المظاهرات التي فيها هدم ممتلكات الجماهير عدوان على شرطة يريدون إلقاء الضوء على نتنياو وكأنه هو سبب مش سبب سبب ستين ألف أسباب الفكرة وصلت وجهة نظرك بأنهم أقلية وأنهم هم يعتدون على شرطة للأسف الوقت انتهى نعم وصلت الفكرة ولو باقتضاء بدكتور روفين بيرك والمحلل السياسي وأيضا سيد ريب أوبنهايمر المدير السابق لحركة السلام الآن والناشط السياسي شكرا جزيلا لكم شكرا في مثل هذا الأسبوع من عام 23 وقعت معاهدة لزان التي تكون بديلا عن معاهدة سيفر التي أبرمت بين الحلفاء والإمبراطورية العثمانية المهزومة في الحرب العالمية الأولى اتفاقية تم التوصل بموجبها إلى تسوية أوضاع الأمضال والأراضي والأملاك التي كانت بحوزة العثمانين وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يضم إليه عبر خدمة سكايب زميل الصحفي في I24 News عمر ربيع عمر عندما نتحدث عن معاهدة لوزان الكثير يتذكر هذه المحادثة أو عفوا هذه المعاهدة لكن لا يتذكر بأنها أتت بديلا لاتفاقية أخرى كانت قد وقعت مع الامبراطورية الوثمانية وتلغيت لاحقا صحيح هذه المعاهدة معاهدة لوزان التي حملت اسم المكان الذي وقعت به في مدينة لوزان السويسرية جاءت بين القوميين الأتراك في الحقيقة وعلى رأس مصطفى كمال الدينة تورك الذي ألغى الخلافة العثمانية وأقام عوضا عنها الجمهورية التركية وخاض أيضا حرب الاستقلال التركية وبعد حرب الاستقلال قام بتوطيع هذه المعاهدة مع فرنسا وبريطانيا إيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وأيضا غزلابيا وفي هذه المعاهدة حددت العديد من معالم المنطقة كما حددت حدود كبير من الدول نظفر منها اليونان بلغاريا تركيا وأيضا المشرق العربي علما أن تركيا ضمن هذه المعاهدة تنازلت عن العديد من الأمور وأهمها تنازلت عن المشرق العربي وأيضا عن العديد من التطلعات ونحن نعلم أن التركيا أو الدولة العثمانية كان لها العديد من النظرة التوسعية وأيضا الهيمنة والنفوذ وداخل أوروبا نفسها وبالتالي فإن معاهدة لوزان أتت لتحد من هذه التطلعات وأيضا في آسيا وإفريقيا كان لها نفوذ وأملاك صحيح والبنود التي تحتويها هذه المعاهدة هي أيضا مؤتمر المضائف التركية وتبادل إرغاء التعهدات وتبادل السكان بني تركيا واليونان الرسائل المنزمة وطبعا نحن نرى أن هذه المعاهدة انعكاساتها يعني حتى اليوم هي لم تنتهي وبالتالي فإن جميع ما نراه اليوم من حماية تركيا للأقليات الدينية المسيحية وخصوصا المعالم هو جاء بموجب هذه الاتفاقية وما التوتر الأخير الذي نراه بين تركيا من جهة والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وأيضا اليونان على وجهها الخصوص هي امتداد لهذه المعاهدة عندما نتحدث عن أن اليونان تحتج على تحويل المتحف أي صوفيا إلى مسجد هي تتحدث اليونان تتحدث من روح اتفاقية لوزان وعندما يحتج الاتحاد الأوروبي على الدور لكن عمر أنا إن لم أكن مختئ فهذه المعاهدة كانت قد تحدثت عن شروط تستمر أو عن بنود تلغى أو ينتهي مفعولها بعد مئة عام بالأخص أننا نتحدث عن نفوذ وأراضي وأملاك عثمانية صحيح نحن نتحدث عن مئة عام وبالتالي فإن هذه الاتفاقية ستكون أو ستنتهي سينتهي مفعولها في العام 2023 وتركيا بقيادة أردوغان تستعد لهذا التاريخ وأردوغان طبعاً يرى كغيره من الأتراك يرى يعني بمعاهدة أوزان بأنها تحدد سقط تطلعات بلاده هي تحدد إلى أي مدى يمكن تركيا أن تصل وبالتالي فإن الأتراك ينظرون إلى هذا التاريخ بفارغ الصبر يريدون أن يأتي هذا التاريخ لكي تتحرر تركيا من جديد ولكي يتضع تركيا لنفسها الأهداف واجب التذكير عمر بأن الكثير ينتقد ويعتب على أتا ترك بالقول إنه علماني وهاجم الدين الإسلامي لكن لا ينظر إلى معاهدة سيفر التي كانت تنتقس أكثر وأكثر من حقوق ومن أراضي تركيا يعني كانت تركيا وفت معاهدة سيفر التي سبقت معاهدة لزان مقسمة مما بين أرمينيا واليونان وغيرها من الدول صحيح الدولة العثمانية كان ينظر إليها من قبل أوروبا بالرجل المريض بشار وبالتالي فإن أوروبا أو الدول العظمى في تبتاء الحكبة قامت بإجبار الدولة العثمانية على الرضوخ لشروط ربما يراها الأدد مجحفة في التاريخ وبالتالي فإن أتا ترك جاء ليحيي هذا الرجل المريض يحيي تركيا وبمجب ذلك فإنه حكما بالحضر حرب الاستقلال التي تحدثت عنها قبل قليل عمر للأسف انتهى الوقت عمر ربيع سميلة صحفي في اي 24 نيوز كنت مع عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا قررت بلدية حيفا اطلاق اسم الفنانة المصرية الراحلة أم كل فهم على أحد شوارعها لتحذو حذو بلدية الرملة وأيضا القدس على الرغم من أن القرار يعكس الطابع السكاني لهذه المدن التي يعيش فيها خليط من العرب واليهود إلى أن الخطوة استفزت أوساطا إسرائيلية وبشكل عام لطالما أثارت قضية تسمية الشوارع والأماكن جدلا كبيرا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أيضا فهي حصيلة الصراع القائم حول الهوية والحقية في امتلاك الأرض وسرد تاريخها وحول هذا الموضوع تنضم إليها زميلة الصحفية في اي 24 نيوز جومانا خديجة جومانا نبدأ من هذا الخطوة الأخيرة أم كلثوم هذا الاسم تم اطلقه على شارع في حيفا مؤخرا وأيضا على شوارع أخرى في مناطق أخرى أهلا بك بشار بالضبط هذا الأسم أم كلثوم طبعا جميعنا نعلم أم كلثوم وهي كوكب الشرق وهي المغنية العربية الأكثر شهورة في القرن الماضي طبعا تم اطلاق اسم أم كلثوم على شوارع في دولة إسرائيل كان طبعا الآن في مدينة حيفا فكما رأينا كان حدثت ضجة كبيرة حول هذه التسمية ولكنها ليست الأولى من نوعها كان أيضا في كل مدينة من مدينة الرملة ومدينة القدس نبدأ بمدينة حيفا وهي الضجة طبعا الأخيرة حول هذه التسمية طبعا جميعنا نعلم أن حيفا هي مدينة مختلطة يوجد بها سكان عرب ويهود يعيشون مع بعضهم البعض وجميعنا نعلم أن حيفا هي كانت من أكثر المدن الفلسطينية قبل النكبة والتي كانت يسكونها غالبية سكانها كانوا من الفلسطينيين ولكن الآن حتى بعد طبعا قيام الدولة اليهودية يوجد على الأقل ربع من سكان هذه المدينة هم من السكان العرب ولكن هؤلاء السكان قرروا أن يحتفوا ليس فقط بتاريخهم وبإرثهم وبهويتهم العربية نما أيضا قرروا أن يكرموا طبعا هذه السيدة العملاقة أم كالثوم قبل الخوط في التحليل لماذا أم كالثوم تحديدا يعني هناك الكثير من المطربين الآخرين لماذا ليس أسمهان فريد الأطرش وعبد الوهاب أعتقد بأنها أيضا أسماء موجودة لشويرة في إسرائيل نعم يوجد عبد الوهاب في إحدى المدن أيضا المختلطة أم كالثوم وذلك لكونها المطربة كوكب الشرق والتي كما ذكرنا كانت المطربة الأكثر شهرة في القرن الماضي وذلك أيضا لكون طبعا ليس فقط العرب استمعوا إلى طبعا أم كالثوم من أم أيضا اليهود المتدينين واليهود طبعا الشرقيين بغالبيتهم ترعرعوا وتربوا على أغاني أم كالثوم وأيضا يرددون من خلال تلواتهم طبعا لصلواتهم أيضا يرددون أصلاع على طبعا أنغام أم كالثوم فكما ذكرناهم يردون طبعا التأكيد ليس فقط على هويتهم إنما أيضا على وجودهم وأيضا على التعايش بين العرب واليهود طبعا حثت هذه الخطوة على العديد من النقد طبعا من الوسط اليميني في إسرائيل فرأينا أنه عدة صحف إسرائيلية يمينية كصحيفة إسرائيل اليوم وصحيفة أيضا نيكولبو نشرت صور لأم كالثوم وكتبت عليها أنا الآن أصبح لدي بندقية وسأذهب إلى فلسطين جميعنا نعلم أن أم كالثوم غنت طبعا عقب حرب 1967 حرب ستة أيام غنت طبعا كانت ميداعمين لفلسطين وكانت أيضا طبعا تتبرع بمبالغ لدعم الشعب الفلسطيني فمن هنا يعتبرها طبعا الناقدين اليمينيين في الوسط الاسرائيلي بأنها عدوة الشعب الاسرائيلي وأنها طبعا تريد إبادته هذه الخطوة كما ذكرنا هي كانت مرفوضة طبعا في حيفو وأنما أيضا كانت في مدينة الرملي ولكن بالمقابل في مدينة القدس كانت مقبولة فرأينا أن نير بركات في عام 2012 عندما قام بتسمية إحدى أشوارع في حي مدينة عفوا في حي بيت حنينة في مدينة القدس حلى هذا الاسم فكان طبعا هو هنا بالنهاية نتحدث عن القدس الشرقية لكن أيضا في نفس الوقت كانت هناك تسمية وإطلاق أسماء على مناطق كانت تثير حنق الفلسطينيين يعني أنا أقول لك مثالا يعني في بعض الشوارع وبعض المناطق معروفة تاريخيا بأنها عربية وإسلامية وطلقونا اسم شمعون الصديق أو هوردوس وهو ما يثير غضب الفلسطينيين والعرب بالطبع فجميعنا نعلم أن اليهود في دولة إسرائيل ليس فقط يخافون من الوجود العربي نمائش يشعرون بالتهديد فكما ذكرت شمعون هاتسديك هو الأسم الآخر للشيخ جراح هو حي في القدس الشرقية فنرى أن الكيان اليهود يشعر بالتهديد ويشعر أنه يتم تهديد وجوده فالهوية والتاريخ العربي لغم أن العديد من اليهود يستمعون لمطربين طبعا عربيين عدا عن أمك ثم يشعرون بالتهديد من وجود العربي وهذا أيضا نره في المدن المختار نكتب أن ينسى المشريحة أيضا كبير من الإسرائيليين هم بالأصل جذورهم عربية وأتوا من هذه الملدان التي تستمع لهؤلاء المطربين العربي يعني نهاية ثقافتهم بالضبط يوجد هنا نوع من الإنكار ونوع من التناقض وأيضا طبعا رأينا فيها فأن هذا المثال لازال حيا موجودا فهنا نرى بأنه من يقرر التسمية لهذه الشوارع أو الميادين هو يتعلق برؤساء البلديات أو أعضاء البلديات في هذه المدن فعلى سبيل المثال كما ذكرنا الرملة الرملة هي طبعا من يحكم في هذه المدينة هم من حزب الليكود ولكن رغم ذلك أراد رئيس البلدية أن يكافئ العرب وذلك لدعمهم في الانتخابات المحلية بتسمية شارع أم كالثوم طبعا لأحد الشوارع العربية فيها هنا الأمر يعود إلى رئيس البلدية وأيضا يعود إلى قيام العضاء البلدية في هذه المدينة إن كانوا يقومون بعملهم كما يجب إن كانوا يدافعون ويناضلون من أجل إبقاء الهوية العربية ليست فقط في بيوتهم ونموى أيضا في المحيط إن كان في المدارس أو في الشوارع وما إلى ذلك نعم جمانة خديجة زميرة صحفية فائدة ونتفاري نيوز شكرا جزيلا لك عينه رئيس تونسي قيس صعيد رئيسا للوزراء بعد أن قدم سلفه لياس الفخفاخ استقالته هشام المشيشي المولود عام 1974 كان قد شغل منصب وزير الداخلية وأيضا مستشارا أولا لسعية في شؤون قانونية لم ينتمي لأي حزب وكذلك لم ترشحه أي من الأحزاب لتشكيل الحكومة وللحديث حول هشام المشيشي تنضم إليه عبر خدمة سكايبا زميلة صحفية إكرام حجرات إكرام معرفين على هذه الشخصية هشام المشيشي والتي كلفت مؤخرا بتشكيل الحكومة في تونس أهلا بشار هشام المشيشي ولد كما ذكرت في يناير عام 1974 في بوسالم عمل أو شيء درس عفوا درس المحامة هو بالغ من العمر 46 عاما عينوا أو كلفوا الرئيس قيس سعيد بأن يشكل الحكومة التونسية خلفا لحكومة الفخاخ خاصة وأن الوضع السياسي في تونس في هذه الفترة يمكن وصفه بأنه متوتر بين الحكومي وبين البرلماني قرار قيس سعيد بتعيين هشام المشيشي لم يكن متوقعا خاصة وأن ليس أي أحد من الأحزاب سمى المشيشي بأن يكلف بهذه المهمة المشيشي معروف عنه بقربه من قيس سعيد ولربما اختيار قيس سعيد له كان شخصيا علاقة شخصية وليست بعلاقة مهنية يمكن القول خاصة وأن المشيشي يفتقر خبرة سياسية وهو له أكثر خلفية قانونية صحيح خبرة سياسية والاقتصادية خاصة وأن تونس تعاني من أزمة اقتصادية خانقة في هذه الفترة وأزمة كورونا زادت من حدة صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس يشار إلى أن المشيشي خبرته هي أكثر كما ذكرت بشار هي أكثر قانونية بحيث درس المحامة عمل في مناصب كان هدفها أو كانت تختص في شؤون القانون كذلك قيس سعيد عندما تم فوزه في الانتخابات عين له كمستشار في الأمور القانونية يذكر بأن المشيشي كان رئيس للديوان في وزارة النقل كذلك رئيس للديوان في وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا عضو في الهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي الهيئة التي تشكلت في عام 2011 عقبل الثورة الياسمين في تونس التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي فافتقار المشيشي يمكن أن يضعف بشار من أهمية المنصب الذي تم تكليفه به وهو أن يكون رئيس الوزراء التونسي خاصة وأن ليست أي أحد من الأحزاب تم تسمية المشيشي ليكلف بهذه المهمة وبأنه شخص مستقل ليست له أي علاقة مع الأحزاب غير محزب لربما يكون جيد في حال كان توافق ما بين الأحزاب لكن ربما كونه مستقلا وغير متحسب وله خبرة في مجالات معين على رأس القانون يمكن هذا أن يفيد أكثر ما هي خبرته في هذا المجال إكرام لربما القانون صحيح ممكن أن يساعده كثير في الأمور الإدارية التي ممكن أن يتعامل معها في خلال هذا المنصب لكن التحدي الأكبر الذي يقف أمام المشيشي هو الاقتصاد الاقتصاد التونسي التقاري المشيشي للخبرة الاقتصادية وعدم عدم تمكنه من هذا المجال ممكن أن يكون عقبة كبيرة أمامه خاصة بأنه إضافة إلى عدم خبرته في الاقتصاد بأنه مستقل وليست له أي علاقة ما بين الأحزاب وممكن أن لن يحصل على ثقة البرلمان هذه أكبر التحديات التي تلتقف أمام هشام المشيشي في تشكيل حكومة المقبلة التونسية كرام حجرات الزميرة الصحفية كنت مع بريخة ماتسكايب شكرا وماتسكايب وبهذا نصر المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة من مدار الأسبوع نهاية أسبوع سعيدة وللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر